الله ما كن احبه اخر تطورات الحرب بين روسية واوكرانيا حتى ظهر 17 ايلول سبتمبر نبدأ فورا من الضربات اللي كتعم بتصير طوال الليه حتى صباح اليوم بين الكوات الروسية والاوكرانية عبر استخدام الصواريخ البعيد تلمدى والطائرات بدون طيار طبعا كوات الروسية كتعم تقصف مانطة اوديسا انه سابقا للي ما شايف الفيديو في سفن عم تتجهز تخرج من ميناء شرمونورسك بالمنطقة هون لسفن حبوب الوحدة محملة ب20 الف طن ذرة والاخرى محملة ب5000 طن امح عم تجرد تخرج من مالتي او هون بعد يومين او بكرة غدا تخرج حسب بوضع التحميل ورح نشوف اذا الكوات الروسية رح تعترضها ام لا ام رح تكون بحماية امريكية تمنع الكوات الروسية من اعتراضها هذا بننظر منتظرينه ولكن طوال الليه كانت الكوات الروسية عم تعلن عن اسقاط اربع طائرات بدون طيار حاولت استهداف شبه جزيرة الكرم اما بخير صنف كان في ضربات كثيفة للقوات الروسية على مناطق انتشار او مواقع القوات الاوكرانية ببيريسلاف وكوستاسكي ضربات كتير قوية مثل ما عم تعرفوا القوات الاوكرانية عم تحشد على طول المنطقة هون لتهاجم عبر الضفاف باتجاه الضفة اللي بتسيطرية للقوات الروسية وبالتالي حكينا سابقا في حال ما حصل هذا الهجوم الاوكران بيكونوا استفادوا بحالي وحدي وهي ابقاء عدد كبير من الافواج الروسي بهذه المنطقة ويحلون دون استعمالها باجابهات اخرى ولكن بنفس الوقت عم نشوف اغلب الافواج المنتشرة بنوعون هي افواج تعبئة وليست افواج بالتشكيل الاساسية للجيش الروسي الاديمي انما افواج من المتطوعين والذين تم تعبئتهم بالفترة الماضية كذلك الامر الاوكروس مجهزين خمس افواج بالمنطقة هون بين ساد نوفا كخوفكا ومحطة انرجدار النووي مثل عم تشوف محطة زابوروجي النووي ايضا كذلك امر كان في ضربات للكوات الاوكرانية بطائرات بدون طيار على محطة زابوروجي النووي اما بمنطقة زابوروجي نفسها فمعارك عنيفي بين الكوات الروسية والاوكرانية بمحور اوريخايف فيرووتيني وفيربوفي الضغط كتير كبير ولكن هالمرة عم تتوسع الاشتباكات الكوات الاوكرانية هل يعني من بعد متمية مائة يوم لستايقصت اذا بدنا نقوله عم بتهاجم منطقة كوباني لتوسع النطاء اللي مهاجمة فيني عطول هذي النطاء عم بتهاجم الكوات الاوكرانية لحتى ما تدخل اللي يعني بجعب ذكركم بالمسافة من المنطق هون للمنطق هون في تقريبا نحو عشرة كيلومتر فلذلك الكوات الاوكرانية محتاج يتوسع نطاء منطقة العرض اللي هاجم فيها كي لا تتعرض للنيران من الجهة الشرقية والغربية من كوات الروسية خصوصي الاوكراني مركزين انه يهاجموا باتجاه توكماك او يوصلوا الى اشتريفات فلذلك محتاجين يدخلوا بنطاق عريض على الشكل التالي اقلوا لحتى ما يتعرضوا للنيران من الجهة الشرقية والجهة الغربية من كوات الروسية وبالتالي بدنا ننتظر هاد رح ينجحوا يعني شفنا روبوتين اكلت معهم اكتر من مئة يوم اكلت اكتر من مئة يوم معهم لحتى قدروا استولوا عليها سيطروا عليها فبدنا نشوف نوفو بروكوبيفكا كيف رح تاخد معهم وقت فيربوفي رح تاخد معهم وقت او ربما يحاولوا من جهة كوباني مثل عم تشوفوا المنطقة هون الدفاعات فيها اقل هون عم تشوفوا الدفاعات الروسية بالخطوط الحمراء اي اكثر فلربما تعمل الكوات الاوكرانية لمواجهة من كوباني ثم ريفني ثم هذا الخط هون ثم توكماك تبع كل الاحتمالات واردي وما من انسى طبعا احتمال الاتجاه من لوبوكوفي وباتيخاتكي باتجاه فاسيليفكا ولا حكم باتجاه توكماك اما بوانطة نوفو دوناتسك ونوفو مايورسك فبعدها الكوات الاوكرانية عم تحشد لحت تجاهز لهجوم ضخم من بعد ما فشلت بالسيطرة على نوفو دوناتسك ونوفو مايورسك ولكن فينا نقول ماذا لو نزال هناك تواجد للقوات الاوكرانية بمحيط نوفو مايورسك تحتينا الجهة الشمالية الغربية احبيني تابعوا القناة دوما تابعوني لحتى تقدروا تحصلوا على اخر الفيديويات اللي بنشرها هلا مروح على جابة دوناتسك بعد المعارك مستمرة بمحيط افديفكا مساء امس كانت المعارك مستمرة باوبيتني وبالمنطقة هون كذلك الامر بشمالي افديفكا بمحيط كراسنوريفكا وفيسيلي اضافة لذلك المعارك بعدها مستمرة باندريفكا ولكن باي جهة المنطقة اجمالا تقريبا صارت كل تحت السيطرة الاوكرانية صار فينا حتى تحت السيطرة الاوكرانية ولكن بيبقى بعض الاطراف بالمنطقة الشرقية من البلدة بعد ما سيطرت وثبتت فيها الكوات الاوكرانية نتيجة ان الكوات الروسية من تشر المنطقة عم تقصف هذه الركعة بوجب اذكركم احبيه عند ريفكا بطرت منطقة سكنية صارت مثل عبارة عن مساحة اراضي زراعية نتيجة الدمار اللي اتعرضت له ما بقى فيه منازل تتمركز فيها اي من الكواتين اللي ممكن تستخدم هذه القرية اما المعارك بعدها مستمرة بكليشيفكا بشكل عنيف ضغط كتير اوي من قبل الكوات الاوكرانية احيانا الكوات الروسية عم بتجربة فاجأة الكوات الاوكرانية وتشن هجوم مضاد لحتى اذا بنا نقول توسع او تحمي المنطقة المنتشرة فيها ولكن دون احراز اي تقدم لأي من الطرفين او بنرجي للضربات الاوية اللي كانت عم بتنفزها الكوات الروسية بالمنطقة طبعا ضغط كتير كبير من قبل الكوات الروسية على اللي وقت 43 تحديدا عم بيكون بالمنطقة هون شفناه بالامس وعم نجعل نشوفه عم بتتكرر هذه الامور الوضع منه سهل ابدا الكوات الاوكرانية ما نمرتاح ابدا بهذه المنطقة اصف فعلا مركز وعنيف من قبل الكوات الروسية كذلك امر بيحر كوبيانسك بعد الدربات المستمرة طبعا ان فات مرتين ما رح يرجع عم في مرة تالتي تقدم الكوات الروسية بنوفو لونيسك هدي قناة اخبارية روسية كذا تابت الخبر وللأسف اللي بينسخوا الاخبار ما عندهم مصادر ما عندهم حدا على الارض فما بيعرفوا بس بدون يعملوا محتوى بدون ينسخوا محتوى ويخبروكم يا فلذلك عم بيغشوا الناس وبكل اسف تجي الناس تسألني رويش الوضع طبعا مشكولين على ثقاتكم ولكن البعض عم بيحطة بشكل معلومي ما عم بيحطة بشكل سؤال فبتمنى هون ما حدا يشوش على الاخرين اما بخصوص الضربات على خاركاف فشفنا بالامس كان في ضربات على مدينة خاركاف على مصدع لاصلاح الدبابات وتصنيع امور اخرى تم استهدافه مساء وتم استهدافه صباحا وتم استهداف قدة مراكز اخرى كانت الضربات فعلا قوية على خاركاف كان في اضرار كتير كبيرة بصفوف الكوات الاوكرانية اللي من موجودة بخاركاف كذلك الامر احباك اننا عم نشوف بعض التصريحات يعني المهمة للكوات الناتو وغيرها احكي عنه ولكن كمان ايضا بدي ذكركم كان في ضربات الكوات الاوكرانية باتجاه موسكو تعطلت حركة المطارات وهذا اللي بيهمهم الكوات الاوكرانية هدفين الاول جسد نبض الدفاع الروسي وهدف اخر لا يعرفوا وين الثغارات فيه والهدف الاخر هو تعطيل حركة المطارات وتسبب باكبر ضرر في حال حاوات الكوات الروسية اسقاط هذه الطائرات لحتى تحدث اضرار وبالتالي هده اللي عم بيصير اما بخصوص الامر المهم اللي كنت حب احكيكم عنه فهو الناتو عم بيخطط لتغطية اوكرانيا بدفاع جوي بشكل كامل بمعايير الناتو من سنة 2022-2025 يعني مرء سنة عم نشوف الكوات الناتو عم بتعرض وعم بتقدم دول الناتو دفاع جوي للكوات الاوكراني العديد من الدول قدمت يعني عم نحكي يعني بريطانيا هولندا فرنسا ايطاليا المانيا الولايات المتحدة الامريكية وبولندا فعنا كتير انظم المتنوع عم بيجربوا الكوات الناتو يغطوا سماء اوكرانيا يحموا سماء اوكرانيا فيها على مدة 30 شهر مرء سني ونص او اكتر وهلأ حاليا عم بيمرء للـ 2025 وبالتالي رح نشوف دفاع جوي كامل يعني يمكننا قول مشاركي للناتو ولكن كأسلحة وليس فقط كمشاغلين الوضع منه سهل ابدا يتخيل انت الناتو مغطى اوكرانيا بهذا الشكل بالدفاع الجوي مثلا اللي بيمركوه وبالتالي الامر منه سهل ابدا الوضع عم بيجربوا مع قدوم المطر يكون المعركة للأسلحة البعايدة المدى بعيدين الروس رح يستخدموا الطيران عندهم تفوق بالطيران عم بيجربوا يعزلوا هذا الطيران ممكن الصواريخ البعايدة المدى تستهدف الكواعد الجوية الروسية ربما الصواريخ البعايدة المدى رح تسعى الى استهداف المناطق اللي اقتربت منها القوات الاوكرانية يعني ممكن الاوكراني يكون عندهم هدف يعني عارفين مما ممكن يتقدموا اكتر واكتر او عارفين واني خاص فشلوا بمكان ما ما ادرين بقى يحققوا اكتر من ذلك بالوقت الراهن قبل بداية الامطار فبدون يصلوا لمسافة يقدروا من خلالها تقترب قواتهم اكتر مدعومة بالدفاع جوي بالمانطق كي لا تستهدف الكوات الجوية الروسية مثلا في ترد نشرهم دفاع جوي بيحمي الصواريخ البعايدة المدى اللي بتضرب بعايدة المدى الاوكراني ويستهدفوا بقتها ميليتوبول او المناطق بالبحر بالمانطق فممكن يكون في هكي خطة ولكن هذا التسلح هذا التسليح هذا النشر لنظام الدفاع الجوي المتعدد من عدة دول باوكرانيا لا يبشر بالخير خصوصا تلكم بولندا عم بتجهز بما يشبه مجلس حرب بالمنطقة وعم نشوف التوترات بينه وبين بيلاروسيا ونفس امر التوترات بين دول البلطيك وبيلاروسيا وروسيا فلذلك احبي تابعوني بكل جديد انا رح انشر شو بيصير تخبركن طبعا كان في دربات روسية على السومي نسيت اذكارها ولكن كمان كانت عم تستهدف بعض المراكز اصلاح الدبابات والآليات وغيره هذا كان كل شيء اي جديد انا بخبركن عنه الى اللقاء بفيديو اخر دمتم بخير وداعا